اشتركوا في القناة السياسي الصحي الذي يعطي نفسا جديدا للقضايا الكبرى لكنه وصل بحسب المراقبين إلى مرحلة صار فيها عاجزا عن تدبير الاختلاف وإيجاد أرضيات للتوافق وكما خرج هو من رحم الاستقلال قبل 57 سنة لاحقته لعنة الانقسام وخرجت من صلبه كيانات سياسية اختفى بعضها واستمر الآخر الوضع الآن هو تخصي الحاصل كما قلت الآن لا القطاعة الشبيبية ولا النسائية ولا كافة التنظيمات الحزبية التي كانت سابقا لا وجدها العرض الواقع فلسفة الاختلاف والتدافع الداخلي التي شكلت أحد أعمدة البيت الاتحادي لم تعد ظروفها بحسب المراقبين قائمة المجالس التأديبية وتجميد عضوية الكثيرين واستقالة عدد من المناظرين أمور جعلت الاتحاد يكمل المسير دون كثير من وجوهه التاريخية هذه تشضيات إنشينا هي نتيجة طبيعية لمصار معقد ولذا يمكن أن نعتبر بأن الاتحاد الشراكي في الحقيقة فقد الكثير من مقومات القوة وأسسا ما يمكن أن نسمي بالحادن السوسيولوجي لأن الاتحاد الشراكي دائما كان قطبا رئيسا في الحياة السياسية بصفة عامة طيلة عقود ولم يكن فقط وجوده وامتداده وقوته تتجلى فقط في الهيئة التنظيمية حالة التشرذم الداخلي للاتحاد الاشتراكي تفتح الباب مفرعا أمام تساؤلات عن حضوظ الحزب في الانتخابات المقبلة للسابع من أكتوبر تراجعه إلى المركز السادس في الانتخابات الجماعية الأخيرة وفقدانه للمركز الرابع ودفاعه المستميت عن تخفيض العتبة إلى ثلاث في المئة بدل الستة المعمول بها حاليا وخروج بعض البرلمانيين الحاليين من البيت الاتحادي من أجل تأسيس إطار حزبي جديد هو بحسب مراقبين إقرار ضمني بصعوبة الاستحقاق المقبل جعل الاتحاد يسعى لتهوينه عبر الدخول في تحالفات سياسية مع أحزاب في المعارضة